مختلفتين تتابعناها في التقرير موضوع اكتئاب الحمل وتأخر النطقة عند الأطفال ممكن تأثر على البيت كله إذا كانت موجودة بشكلتين في نفس المنزل خلينا نناقشها أكثر مع الدكتور يوسف أبو اللبن مدير المركز الأمريكي النفسي والعصبي في الإمارات أهلا وسهلا بك دكتور يوسف أهلا وسهلا بكم دكتور شفت التقرير في البداية ربما طلقنا على اكتئاب الحمل اللي هو كتير شائع باقي التقرير كان يتحدث أكثر عن تأخر النطقة عند الأطفال رح نقش فيما تبقى من النقاش خلينا نبدأ باكتئاب الحمل عند النساء وحتى اكتئاب ما بعد الحمل اللي هو فترة الولادة بصراحة هذا موضوع مهم جدا أهميته تنبع أنه كثير من الأطباء يهملون ولا يعرفون ولا يوجهون المرأة الحامل أو المرأة المرضى إلى الطبيب المختص الاكتئاب أثناء الحمل ممكن يحصل عند الحوامل خصوصا إذا في قصة سابقة للحمل أو إذا في أحد من أفراد العائلة مصاب بالاكتئاب سواء الأخت أو الأم أو غيرها أو إذا في مشاكل في العمل مشاكل مع الزوج مشاكل مع الأولاد هذه بتأدي إلى ازدياد نسبة الاكتئاب عند الحامل اكتئاب ما بعد الولادة مهم جدا لأنه ممكن في بعض حالاته يتطلب تداخل إسعافي في ثلاثة أنواع لاكتئاب ما بعد الولادة يعني أصعب من اكتئاب الحمل أكثر ممكن يكون أصعب لأنه ممكن حتى الأم في بعض الحالات تؤذي ابنها الاكتئاب ما بعد الولادة هو في ثلاث حالات بتمر فيها المرأة في ما بعد الولادة في شيء اسمه أسل أمومة بيبي بلو عبارة عن حالة بسيطة من الانزعاج ممكن تستمر من أسبوع لأسبوعين تقلبات مزاج اضطراب النوم اضطراب الشهية وبتروح هذه بتكون حالة خفيفة الحالة الثانية هي اكتئاب ما بعد الولادة اكتئاب ما بعد الولادة عبارة عن اضطراب بالمزاج بيرافقه حزن شديد أساب وكاء اضطراب نوم اضطراب الشهية أحيانا أفكار سوداوية ابتعاد عن الطفل كره للطفل أحيانا عدم تناول الطعام والشعور بالطيق المستمر لكن في حالة خطيرة بصراحة تسمى postpartum psychosis ذهان ما بعد الولادة هو عبارة عن اكتئاب شديد أو أحيانا قد ما يكون فيه اكتئاب لكن فيه هلوسات والطراب شديد في مزاج الأم لدرجة أنه سمعنا نحن عن كثير من الحالات أنه أم تقتل ابنة أو وليدة هذا بيكون بسبب ذهان ما بعد الولادة هاي حالة شديدة ممكن الأم تفكر في هذه الحالة إما في الانتحار أو في قتل وليدة ممكن تصاب في إعياء شديد وهي حالة إسعافية للأسف يعني هالجوانب هاي مهمة جدا برجع بقول لأنه كثير من الأطباء في مجتمعنا إما ليس لديهم علم كافي في هذا الموضوع فهم يجهلون هذه الأمور أو يخافون أن ينبهوا المرأة أنه أنت عندك حالة نفسية تحتاجه للطبيب نفسي فالمشكلة أنه الطبيب يخشى أحيانا أنه يقول للمرأة أنه هاي حالة نفسية تحتاج لعلاج وعلاجها بسيط للأسف يعني أنا ما أدري ليش الأطباء بيخافوا من الموضوع ربما علاجها بسيطة في حالات بسيطة عبارة عن كاونسلينج عبارة عن وبعدين أن العلاجات جزء منها بيلعب فيها دور الأهل الزوج الأولاد لهم دور كبير فيها وجزء منها ربما الحاجة إلى بعض الأدوية إذا كانت الحالة شديدة تحتاج إلى بعض الأدوية الشيء الشائع في مجتمعنا أي دواء نفسي يلطيف يلطيف هذا دواء إدمان وحيخرب العائل والشخصية وما إلى ذلك هذا كلام أصبح يعني مثل ما نقول نحنا عفى عليه الدهر نعم طيب خلينا نروح على موضوع تأخر النطق عند الأطفال يعني أنت عطتنا دكتور صورة كاملة تقريبا واضحة تضحت الصور بالنسبة لي هو موضوع كبير أصلا يحتاج نقاش أطول صح بس كيف ممكن تأثر حالة الاكتئاب اللي عند الأم إذا كانت حامل أو بعد الولادة على الطفل أنه ممكن يكون عنده تأخر في النطق بتأثر تأثير كبير الأم المكتئبة غير المعالجة بتبقى علاقتها مع طفلة علاقة أشبه بالعلاقة خلينا نقول الروبوت العلاقة الميكانيكية أنه عم تردو عم تهتم فيه بس ما تشعر بالحنان تجاهه ما تشعر باللهفة ما عم تعطيه الحنان للأم بالأحوال الطبيعية تعطيها وبالتالي هذا بيأثر على الطفل بحالتين بيأثر أنه وجد أنه الأطفال اللي أمهاتهم كانوا يعانوا من الاكتئاب خصوصا الاكتئاب غير المعالج هن معرضين للاكتئاب هاي أول شيء بيصير عندهم تأخر بالنطق بيصير عندهم تأخر بالنمو فهي قضية مهمة جدا ممكن يصير في تأخر بالنمو في أكتر من ناحية لكن نحن اللي منشوفه بشكل واضح أنه تأخر الطفل في النطق فلذلك قضية مهمة كتير يعني أمه جيني لا مش بالضرورة نفسي لا لا مش بالضرورة بيكون عبارة عن أمر نفسي يعني الاكتئاب الأحيانا ممكن يحصل بسبب مشاكل عائلية وضغوطات حياة وعمل واضطرابات هرمونية يعني المرأة بعد الحمل الهرمونات بيصير تغييرات مفاجئة وكبيرة جدا الهرمونات ترتفع أثناء الحمل إلى عشر أضعاف وفجأة خلال 72 ساعة كل هرمونات الاستروجين والكروجسترون تعود إلى مستوها الطبيعي الهرمونات إلى علاقة في ما يسمى النواقل الدماغية السيروتونين والنورابنفرين يلي هن يؤدي للإكتئاب فالنقص الشديد ممكن يؤدي إلى نقص في السيروتونين والنورابنفرين وبالتالي تظهر العراض الإكتئابية دكتور بالنسبة لتأخر النطق متى ممكن أقول أن الطفل هذا فعلا عنده تأخر في النطق هلأ في الأطفال بصراحة بيختلفوا يعني هي الطفل عادة مع بداية السنة بيبدأ يقول بعض الأحرف وبعدين بيصير بيقول كلمة كاملة وبعدين بيصير بيقول جملة من كلمتين في ثلاث كلمات إيش الحد الأقصى للعبر؟ يعني مثلا الأمي أنا دائما تقول أنه أنت تأخرته عشان وصلت أربع سنين فتأخرته نظر أنه أربع سنين كثير يعني أنا هون بدي أكون دقيق أنا ما لي أخصائي تخاطب لكن من خبرتنا من الأطفال نرى أنه إذا تجاوز طبعا ثلاث سنوات ثلاث سنوات والطفل هذا تأخر كبير جدا أنه ما يتكلم تأخر واضح أنه ما يتكلم أبدا هذا واضح عالة بعمر السنتين لازم الطفل يقول بعض الكلمات الآن في قضية مهمة كثير من نبه عليها الأهل لأنه الآن للأسف شائع أنه كل شيء توحد 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 هذا مخيف الأهل طفل التوحد يكون عنده تأخر بالكلام لكن طفل التوحد عنده علامات كثيرة تانية كثيرة صحيح ليس فقط اضطراب كلام ممكن يكون اضطراب أو تأخر الكلام طبيعي تأخر الطفل الأول وليد إذا لم يكن أعراض مشتركة مع بعض ما نقدر نقول أنه هو توحد إذا لم يكن فيه أعراض التوحد التانية من اضطراب التواصل الأعراض النمطية تأخر في النمو أحيانا التوحد يترافق مع صرع فيه أعراض كثيرة ولذلك ما بدنا نخلط بين أنه تأخر في النطق فقط مع التوحد هذه قضية كثير خطيرة بتلاقي كثير في الكي جي مثلا الطفل دخل كي جي عنده صعوبة في الكلام الشيء بيقولون الأهل روحوا بركة عنده توحد فبيجون الأهل خايفين مرعوبين كيف الأم تتعامل مع طفلها اللي تلاحظ على أنه عنده تأخر في النطق وحتى لو تكشف عليه تتأكد فعلا الأمر بسيط نحن هون في قضية للأسف غير موجودة قضية أنه الزيارات الدورية لطبيب الأطفال يعني الأصل أنه الطفل يتابع مع طبيب أطفال بشكل دوري كل فترة طبيب الأطفال بيبقى عنده تشارت ومتابعة لنمو الطفل سواء من حجم الرأس إلى سواء العظام إلى النطق إلى المشي هالأمور بيبقى طبيب الأطفال عم بيتابعها إذا وجد طبيب الأطفال أنه فيه مشكلة فطبيب الأطفال هو أعرف أنه الموضوع يحتاج إلى أخصائي ولا لا إذا الطفل استعمره سنة ونصف وفيه تأخر لكن كل شيء طبيعي بيتضحك وبيتفعل إذا وصل إلى 3 السنين زي ما حضرتك قلت أنه لا هون بدنا نشوف أنه أول شيء هل فيه شيء مرافق تاني ولا فقط اضطراب نطق أو تأخر نطق إذا تأخر نطق بس لكن الطفل تعاملاته الاجتماعية كويسة بيتفرج على التلفزيون على ميكي ماوس أو شيء بيبقى بيتفاعل بيتضحك فهمان عليهم مبسوط منهم بيلعب مع أولاد التانين بيرسم أو بيتفاعل مع اللعبة هذا بيكون الطفل عبارة عن ربما نتيجة نقص التواصل معه أكثر من أنه عنده مرض بهالحالة هاي ممكن نحن عندنا في المركز خصائي التخاطب بهالحالة هاي ممكن نعطي الأهل جلسة أو جلستين مكثفات تحاول تساعد الطفل أنه كيف تساعد الطفل في موضوع تحسين أساليب التخاطب كيف تقل له الأحرف كيف تقرأ له الأصصة أحيانا نفس الأصصة تقرأيها مرة وثنتين وعشرة وخلي الطفل شوف يتفاعلوا معها فهي بتبقى عبارة عن تدريب للأهل ممكن نحن ندربونه بجلسات بسيطة نعم عادة الأهل محتاجين بس مجرد توجيه من الدكترات حتى هم يقدروا يحلوا المشكلة يعطيك ألف عافية الله عافيك شكرا جزيلا لوجدت معنا في سيدتي مشاهدين ننتقل بعد الفاصل إلى خلود في الرياض والتي ستتحدث عن تقنية تجميلية تصنع فرقا أو فرقا عفوا في الابتسامة ترجمة نانسي قنقر